السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه وصحبيه وسلم. من قناة سفرة الهانم. النهار ده نعمل احلى افطار مع بعض. ولو اول مرة تدخل على القناة اعمل مشاركة وفعل الجرس وحطي لايك. دلوقتي هنعمل فول بالبصل والطماطم والفلفل. هننزل دلوقتي بالبصل. سوف نقلب البصل. سوف ننزل معنا قليلا سوف نقلب البطر و ننزل معنا هو ممتاز سوف ننزل بالطماطن ننزل نضيف 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 اضافة 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 واقتها قمت بس عالة انما رحض gone دخل اضافة اضافة وننزل بالفور يبقى طعمه جميل جدا ورحته جميلة وضع الزيت وضع الزيت وضع الزيت خطه عليه دلوقتي شوية مية بصوت كده وكمون هسيب ويغلي حاجة بصيلة وكل احلى فور بص يا حبايب دلوقتي خلصنا الفولة هوا هنعمل دلوقتي بطاطس بالزبدة بطاطس مهروسة بالزبدة حطيت الزيتة بطاطس هنلبه بص لحد ما يبقى كده شوية وعدين هنحطه بطاطس بطاطس طبعا كده جدا بطاطس 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 على البطاطس في بقى تكة خاطيرة كده بتخلي البطاطس جميلة جدا جدا معاكي ونعمة جدا وانا بعمل كده حط شوية لبن بصوت قوي وقلب هقلب بقى كل ده مع بعضه بطاطس مش قادر اقولكوا بقى كيمة غزائية متكملة وطعمها خطيرة والبطاطس خلصتها معنا ودلواتي بقى هنالي الطعمين مع بعض وارجعلكم تاني ودلواتي بقى هنعمل الطماطم المخللة وتكاتها وحركاتها دلواتي هنحط عليها الملح والتوم قطار طوم عشان اللي توم بيقعوا المناعة وفلفل ونقلبها كده مع بعضها ونحط فلفل السود وكل احلى طماطم بصوا يا حبابي دلواتي انا ارجعت لكم تاني اهو الفول اللي سيد اقول لكم انا حطيته عليها بقى خطير وكده خلصنا الفطار بتاعنا وبلقى هنا وتشوفها على قلوبكو الطماطم المخللة التحفة والجزر المخلل والبطاطس المهروسة بالخل والطماطم والفلفل طعمية الفول التحفة وبصل منقعة بخلهم ملح والجرجير الف هنا وشوفها على قلوبكو ولو حد منكم محتاج اي وصفات اكتبها لي في التعليقات وانايا اعملها لكم ولو محدش اشترك في قناتي اشترك وتحط لايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة